إلينا من معبر قسطل أحمد مصطفى مراسل الغد أحمد لو تضعنا بحركة الوافدين عددهم إلى الناحية المصرية وأنت على الحدود المصرية السودانية نعم خلال الأيام الستة الماضية أو الخمسة الماضية تحديدا منذ يوم الـ 21 من أبريل وحتى الـ 25 من أبريل استقبل معبر قسطل البري 1297 شخصا من العابرين من الداخل السوداني إلى الداخل المصري كذلك استقبل معبر أرقين 8897 شخصا وغالبيتهم من الجنسيات المختلفة غير الجنسية المصرية الجنسية المصرية ربما وصلت أعداد من وصلوا إلى مصر حتى الآن منهم ما قد تجاوز الألف شخص لكن يتبقى هناك عدد كبير جدا من المصري لا تزال الدولة المصرية والأجهزة المعنية تعمل على إدخالهم إلى الجانب المصري بعد أن قامت وزارة النقلة المصرية بالتسيير عدد من الحافلات التابعة لها من أجل إعادة الأسر من السودان سواء من الخرطوم أو من منطقة دونغولا يعني كما ترصد الصورة الآن هناك عدد من الحافلات التي تستعد للمغادرة من هنا بعد أن يخرج عدد من القادمين من معبر قسطل ربما متوقع خلال هذا اليوم أن يكون هناك زيادة في حركة العابرين والقادمين من اللاجئين السودانيين إلى مصر الذين اختاروا مصر ليس فقط لجغرافيتها أو لبعدها الجغرافي وإنما أيضا لما يربط ما بين الشعبين من علاقات طيبة تجمعهما منذ سنوات عديدة وسيما أن هناك علاقات رسب أيضا ما بين أهالي أسوان وما بين أهالي المناطق الحدودية في السودان وبالتالي كانت وجهتهم واختيارهم أن يصلوا إلى هنا تحدثنا ربما مع بعض السودانيين القادمين من الداخل السوداني الذين أكدوا أن الأوضاع لا تزال سيئة حتى الآن وأن الاشتباكات لا تزال دائرة في عدد من المناطق على رغم من إعلان هدنة في أكثر من مرة إلا أن الوضع القائم والحديث يدور عن وجود اشتباكات في مناطق عدة ربما البعض حرص على أن يتواجد في مدينة أسوان أو في محافظة أسوان في أي منطقة منها لكن البعض أيضا فضل أن يدخل إلى مدينة القاهرة أو أن يغادر إلى العديد من المدن والأخرى إذا ما تحدثنا عن الجهود التي تبدلها السلطات المصرية من خلال معبر قسطل وكذلك معبر أرقين فهناك جهود كبيرة تقوم بها السلطات المصرية متمثلة في أجهزتها التنفيذية حيث تم الدفع بعدد كبير جدا من العاملين منذ بداية أمس وذلك من أجل التيسير للإجراءات والتسهيل لحركة القادمين من السودان لسيما في ظل ازديادها وفي ظل التوقعات بأن تزداد أيضا خلال الساعات القليلة المقبلة وخلال الأيام القليلة المقبلة وأيضا وفرت الدولة المصرية عدد من الوجبات كما قامت بمنع أو بتجاوز فكرة أن يتم دفع رسوم الدخول إلى الأراضي المصرية لمن لا يملك نقودا وفق البيان الذي أكدت عليه وزارة النقل المصرية ماذا عن الصعوبات خلال رحلة العودة بحسب الروايات التي استمعتم إليها في المعبر في معبر قسطل تحديدا يعني حسب المنطقة التي يأتي منها كل لاجئ أو كل قادم إلى الدولة المصرية هناك من قادم من مناطق هي في الأساس ليست فيها اجتباكات مثلا مثل منطقة ودي حلفة أو غيرها من المناطق القريبة والمتاخمة للحدود المصرية وبالتالي كانت هؤلاء رحلتهم سهلة وبسيطة وانتقلوا إلى الحدود المصرية بمنتهى السهولة لكن من قادم من منطقة أو من الخرطوم تحديدا أو من أم درمان ربما كانت هناك صعوبة لغالبياتهم في الوصول إلى هنا سواء من فكرة الانتقال من منزله في ظل اجتباكات دائرة في الشوارع والعبور من منزله إلى السيارة التي استقلها إلى قدومه إلى المعبر كل ذلك مر خلاله بمخاطر عدة بل إن بعضهم تحدث عن أن محتويات أو متعلقات الشخصية قد سرقت منه خلال هذه الرحلة وتحدث عن وجود انفلات أمن كبير في الشارع السوداني ظهر خلال الأيام الماضية في ظل الحرب الدائرة ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وبالتالي أكدوا على فكرة ضرورة الاستقرار لأن الدولة السودانية تتضرر كثيرا جراء ما يحدث وأن المواطن السوداني هو القاسر الأساسي والأكبر من ما يحدث من اقتتال داخلي ما بين السودانيين وبعضهم البعض وبالتالي يعني البعض واجه صعوبات عدة عند قدومه من الخرطوم ومن تنغلة وأيضا من أم درمان فيما عبر البعض خلال رحلته بسلام وأمان حتى وصل إلى هنا إلى معبر قسطل أو حتى إلى معبر أرقي طيب على سعيد آخر ماذا عن عمليات إجلاء الجالية المصرية عبر الطيران؟ عدد الذين وصلوا إلى مصر وكيف تسير العملية؟ عدد المصريين التي تجليهم السلطات المصرية هي في تزايد مستمر في كل يوم تجاوزنا عدد الألف من من قادموا إلى الأراضي المصرية عبر إجلائهم سواء بالمطارات من خلال رحلات جوية أو من خلال الطريق البري عبر معبراء قسطل وأرقي وبالتالي من المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أيضا أن يكون هناك ارتفاع في أعداد المصريين كنا في السابق لا نلحظ وجودا كبيرا لوجود المصريين على المعابر المصرية وكنا نلحظ في المقابل وجودا أكبر للسودانيين لكن بدأنا منذ أمس نرصد عددا من المصريين الذين بدأوا يعودوا بشكل تدريجي لكن الأمر ليس بهذه السهولة كما أكد رئيس المصري عبد الفتاح أسيسي وأكدت القيادات المصرية المسؤولة عن هذه الملف لسيما أنه تم تشكيل خلية أزمة تتكون من الداخلية المصرية ومن المخابرات ومن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية من أجل الوصول بسهولة إلى المواطنين المصريين المتواجدين على أرض السودان في أي منطقة يكونوا فيها وتم إجلاؤهم بسهولة ويسر إلى الأراضي المصرية وبالتالي تم الدفع خلال الساعات الماضية وفق وزارة النقل المصرية بعدد كمير من الحافلات من أجل إعادة الأسر المصرية سواء من الخرطوم أو من دنقلة أو من غيرها من المناطق المنتشرة في أنحاء السودان سواء التي تشتعل فيها الاشتباكات أو غيرها ممن هي أقل حدة فيها الاشتباكات أشكرك من معبر قسطل أحمد مصطفى مراسل الغد